بعد جهود حثيثة استمرت لسنوات عديدة من قبل غبطة البطريار كيروس كيروس تي أوفلوس الثالث استطاعت بطرياركية الروم الأرثوذكس استرجاع قطعة أرض تابعة لها بجوار الكنيسة الأرثوذكسية في حي أبو طور في القدس واستعادة ملكيتها بنجاح حيث قامت البطرياركية بدفع ثمن الأرض نظراً لقيمتها الدينية والتراثية والأثرية وبهذا تكون البطرياركية قد تمكنت من تحرير الأرض تماماً من جميع القيود التي نشأت نتيجة اتفاقيات تأجير قديمة وحجوزات أقامتها الحكومة الإسرائيلية وتعتبر البطرياركية استعادتها الكاملة لحقوقها في أرض أبو طور رداً عملياً وواقعياً على محاولات الجمعيات الصهونية المتطرفة الاستلاء على عقاراتها والتضييق على الوجود المسيحي الأصيلي في القدس